السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 20-22 اكتوبر القمر موجود بالقوس ما زال في مرحلة خلوه مسار وبدو ينتقل لبرج الجدي طبعا خلوه المسار بدأ الساعة 7 ودقيقة من مساء يوم الخميس 19-10 ورح يستمر لغاية الساعة 51 و54 دقيقة من فجر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر للجدي يعني ما زلنا في فترة خلوه المسار هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار طبعا القمر لما ينتقل لبرج الجدي رح يظل موجود في برج الجدي لغاية صباح يوم الأحد لغاية الساعة 6 و5 دقائق من يوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 1 و54 دقيقة من صباح اليوم الجمعة أو فجر يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة سعدة الذابع وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية يعني أشياء إيجابية إن شاء الله القمر بما أنه رح يكون موجود في برج الجدي معناته يعني رح يسيطر على جميع الأبراج اللي هي طباع يعني لها علاقة في برج الجدي فعشان هيك بنصبح في خلال هذا اليوم أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل شيء بأرقنا أو مقلقنا أو موترنا مندرك إنه الأمور ما بتكون سهلة بالنسبة لألنا بعضنا بيكون متشائم علينا إنه بس هيك نعمل بجدية أكبر ما نعتمد على الحظ بإمكاننا إنه نبدأ بعمل جديد أو الاهتمام بشراء شيء أثري أو قطعة أثرية أو تحفي أو البدء بنظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين يعني زي عمل تأمين تجديد تأمين أشياء من هذا القبيل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عندنا مجموعة من الزوايا كثيرة بدها تركيز أول زاوية هاي زاوية زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين المشتري زاوية بطيئة رح تبدأ تأثيراتها اليوم الجمعة عشرين عشرة ورح يتستمر تأثير هاي الزاوية لغاية يوم خمسة حداش ذروتها يوم ثمانية وعشرين عشرة طبعا الساعة أربعة ودقيقتين بعد العصر بتوقيت جرينيتش بالنسبة لهاي الزاوية بتكون تركزوا فيها بشكل جيد هاي الزاوية ممكن يحقق البعض تقدم على حساب الآخرين أو يستغلوا أعمالكم وينصبوهم لحالهم أو أشياء من هذا القبيل وبيكون إلنا ردات فعل سلبية وعنيفة لأي شخص بواجهنا أو بنتقدنا أو بتعرض لنا أو حتى ممكن إنه بيجي دال العصبية بترتفع بشكل كبير هاي فترة برضو بتدفعنا للمغامرات المالية الغير مدروسة وغالبا بتكون هاي المغامرات فاشدة دوليا بتتعرض بعض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا يعني بتتعرض لبعض العراقيل وما بتم التوصل لاتفاق كامل في هاي الاتفاقية وبرضو في هاي الفترة بيعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تأييد شعبي كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية راح تكون الساعة 13 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر ابتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة اللي هي اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد بدأ تأثير هاي زاوية يوم 18 وقلنا أنها مستمرة ليوم 2-11 ذروتها اليوم ساعة 5.37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا الفكرية بتسهل علينا فهم موضوع علمي كان صعب علينا بالفترة الماضية أننا نتفهمه فالفترة هاي بيكون في قدرة على استعاب كثير من الأمور وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بيجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط بيزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح والامتحانات أو نجاح أدبي مشاريع حالية شغلات من هذا القبيل في هاي الفترة لازم نركز مجهوداتنا على أهداف محددة ولكن هذا الاتصال يعني ما بيكون كثير أو قوي على مسائل إلها علاقة بالسفر أو علاقات الصداقة الجديدة أو اللي هي النقاشات الزوجية الحادة بدل على نشاط أكثر في الميدان الإعلامي والصحف حول أعمال وإنجازات الحكومة أو الملك أو الرئيس وبتقوم الحكومة في هاي الفترة بإجراء اتصالات ومفاوضات أو شراكات واتفاقيات مع بعض الدول والاهتمام المتزايد للحكومة بميدان التعليم والتدريس وتطويره والاهتمام بمحول أمية والاهتمام بشؤون الشبيبة وهذه الفترة بتشهد كذلك حركة أكبر لا شبكة الطرقات أو تطويرها ترميمها وبرضو الاهتمام بوسائل النقل وقوانين السير والمواصلات ورواج أكبر لقطاع النشر والتأليف والمعلومات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية ذروتها الساعة 11 و53 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر وبتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 8 و58 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي ديكور أي مجال بيتعلق بالفن فبيتحسن دائما العطاء الأشخاص اللي بيشتغلوا في هاي المجالات وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا إنه نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 11 و29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة نحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن بالنسبة لهذا اليوم طبعاً ما فيه أي مشاكل بالنسبة لإجراء العمليات الجراحية بالنسبة لعمليات التجميل ما بنصح فيها ولكن لأن الزوايا قوية جداً خلال هذا اليوم تعطي إيجابية عالية فما فيه أي مشكلة بالنسبة للحقن وأمور الجراحة أما بالنسبة لإزالة الشعر بالليزر فلا يصلح يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون في تمام الساعة 6 من صباح يوم السبت 22 ورح يستمر لغاية الساعة 6 و 5 دقائق صباحاً يعني مدة 5 دقائق بعدها بانتقل القمر وبيستقر في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 6 أيام في تمام الساعة 9 و 22 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بصير 7 أيام نسبة الإضاءة 37% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة طبعاً سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات الفجر بتنزل نسبة السعادة لغاية 45% القمر رح يكون في الجدي لغاية يوم 22 عشرة سعيد بنسبة 30% الآن في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 45% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 70% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 85% ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 70% عطارد في الميزان حتى يوم 22 عشرة سعيد بنسبة 10% الزهرة في العذرة حتى يوم 8 11 سعيد بنسبة 30% الآن في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 24 11 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2 5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين خلال هذا اليوم وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعكم العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط بل برر عملك وإظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة شوي أو صعبة وإنت طباعك اليوم أو أفكارك مشتتة في نوع من أنواع العصبية نتيجة الغضب والاضطراب ولكن الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين كثير من الأشخاص ممكن يكون عندهم ترقية أو ترفيع أو تكريم خلال هذا اليوم بالنسبة لما أوليد برج الثاور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع أشخاص خارج البلاد طبعا وبتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنك ما تجعل أي شيء يحبطك التطورات اليوم غنية بالفرص المناسبة الأجواء ممتازة لازم تستغلها بكثير من الأمور اليوم بتنحسر حواصف الأيام الأخيرة بترتفع المعنويات بتطمئن خواطرك نسبيا هاي فترة مناسبة للسفر لورشات العمل لعلاقات مع الأجانب المراسلات لتقديم الأوراق أو الطلبات اللي بتتعلق بسفر أو دراسة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنك ما تتشبث بمواقفك يعني حاول أنه مواقفك ما تكون متصلبة وحاول أنك تكون مرن ومبتسم عشان الأجواء تمشي معك بشكل جيد ناقش بليوني ودبلوماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وحاول أنك تبدأ يومك بروح رياضية واستغل الفرص اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم ينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يعني جيد على مستوى العمل والعاطف لأنه هذا لا شركاء فبرضو تعزيز العلاقة مع الأزواج ممتاز جدا ولكن القمر بظل موجود مقابلك فهذا بيقلل من طاقتك شوي برغم أنه بظل مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة ركز بشكل جيد ما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة فبدك تهدي من روعك وحاول أنك ما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيبدأ العمل بتراكم لديكم اليوم التركيز كله رح يكون على العمل وعلى الصحة مع هيك بدكوا يعني عنكم قدرة على إنجاز كثير من أعمالكم اليوم في نشاط وحيوية لأنه الزوايا إيجابية ولكن حاولوا أنه ما تهملوا صحتكم هاي فترة تعتبر فترة عمل جيدة ولكن بدك تكون أكثر انضباط وتنظيم وممكن تشتغل بمراجعات طبية فحوصات أو أمور رياضية حاول أنك تحافظ على استقرارك الصحي إذا شعرت ببعض القلق أو حسيت بأشياء مش طبيعية راجع طبيبك ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو زملائك بالعمل أو أحد الأصدقاء وبعضكم ممكن يبدأ بعمل جديد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لنشاط فني أو ممارسة هواهي أو أي شيء إبداعي أو حتى التجميلي هذه فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة وبتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن تندم على تصرفات تصرفت في الأيام الأخيرة وبتحاول ترتيب بعض الأمور فترة بناءة وإيجابية جدا وممكن تهتم بأحد الأبناء واليوم ممكن يحمل لك فرحة أو خبر سار أو مناسبة معينة يعني كنت بتنتظرها بالنسبة لموليد برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية لأن القمر في البيت الرابع يعني بيت وعائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن شوي هيك تكون مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء حساس زيادة عن اللزوم بتشعر بنوع من أنواع الارتباك أو ممكن تغضب بسرعة بتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة أعمالك وإنشغالات منزلية اليوم بتسيطر على كثير من الأشياء اللي أنت بتكون مخطط لها وممكن يكون في حدث عائلي أو حتى اهتمام بصحة أحد أفراد العائلة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والعواطف ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان أو إجراء مقافلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة تبرر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات بعضكم ممكن يهتم بموضوع بيتعلق بسيارة أو بأجهزة إلكترونية أو تليفونات أو أشياء من هذا القبيل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة مالية هاي الفرصة عادة تيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شيء يعني ما تتكبر على الموضوع طبعا في حركة قوية اليوم للكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل عليك كثير من الأمور لا تسمح لأي شخص بإنه يغشك ويوهمك بمشاريع تدخل فيها وبعدين يعني ما تكونش مدروسة مزبوط فتدخل بخسارة ما بدك تكون حريص على موالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي يعني برضو في فرص مالية جيدة تيجي هدية أو دعم أو شيء من هذا القبيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا خلص ابتداء من دخولنا في يوم الجمعة ويعني وصولنا لساعات الفجر بتبدأوا فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا إنكوا تبحثوا عن أي شيء جديد اليوم أو مميز اللي تستغلوا لأن الأجواء واعدة بكثير من الأمور اللي ما كانت ماشي معكم في الأيام الماضية فعشان هيك اليوم بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر فترة معني فيها كثير من الإيجابيات ومميزة على مستوى هذا الشهر حاولوا إنكوا تدخلوا التنوي على حياتكم الشخصية في انفراج وفي تسوية أيضا خلال هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا مع دخول وصولنا على ساعة فجر يوم الجمعة خلص القمر بوصل لبيت المتاعب فبتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من الالتزامات حاولوا إنه تأخذوا فترة من الراحة من وقت لآخر هاي فترة شوي هيك فيها نوع من أنواع الإحباط أو فارغة من كل خبر وحسم ممكن أشخاص توعدك بشيء ما توفي فيه ممكن شوي يصيبك يعني هيك خيبة أمل من بعض الأصدقاء حاولوا إنكم يعني هيك تمسكوا حالكم هاليومين هدول لو يوصل القمر لعدكم ممكن تواجه ضغوط وعراقيل أو امتحانات صعبة أو ممكن يصير مشاكل بخصوص صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما أهم شيء أنه ما في داعي للتسرع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حشد تأييد أو دعم لقضيتك وبتتحمس للقاء الناس وللتعارف أيضا وبعضكم ممكن يسافر أو ينضم لجمعية وبتهتموا لشؤون أقارب الشريك وبرضو الأجواء جيدة اليوم للمناسبات والمشاركات وتعزيز العلاقات حتى مع المسؤولين أو الأصدقاء أو ممكن تلجأ لبعض الأشخاص ذو المناصب تستغلهم يعني أنهم يمشوا لك معاملة أو يكونوا واسطة في أمر أو يدعموك في أمر يعني الأجواء برضو بتعطي إيجابيات قوية ممكن أنك تستغلها بعلاقاتك الاجتماعية هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه